موسيقى علاقات قديمة وعميقة ووطيضة بين مصر ولبنان على المستويين السياسي والشعبي أما العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وجمهورية مصر العربية فتعود إلى الخمسينيات بعد ثورة يوليو وبداية زعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واستمرت منذ العام 1977 مع وليد جنبلاط جنبلاط زار مصر مرات عدة برفقة المعلم كمال جنبلاط ومرة عام 1964 برفقة اللواء شوكة شقير ثم زارها عامي 67 و 68 ومزالت صورته مع عبد الناصر على جدران قصر المختارة لسيما أنه تأثر به أيام الدراسة كرجل عروبي وقومي استقبال مميز من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنبلاط والوفد المرافق وقد عبر جنبلاط عن تقديره للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل فيما ثمن الرئيس السيسي دور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن مؤكداً حرص مصر على سلامة لبنان واستقراره علاقات ستبقى كذلك مع تيمور جنبلاط الذي غرد قائلاً تبقى العلاقة التاريخية المصرية اللبنانية مثال الأخوة والمحبة والعروبة ترجمة نانسي قنقر